اشتركوا في القناة ارتفاع ديون النمسا إلى 395 مليار يورو مع تزايد العجز غرفة العمال ترسل زيادات حادة في أسعار السلع رغم تراجع التدخم وهجوم يستهدف شابين سوريين وسط مخاوف من تجدد صراع العصابات وأخيرا انطلاق معرض العمل التطوعي في فينا حتى الأحد مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى التفاصيل وجه الرئيس النمساوي أليكساندر فاندا بيلين دعوة جديدة لرؤساء الأحزاب الثلاثة الكبرى S.P.E. F.O.B. & S.P.E. للاجتماع في قصر هوف بورج يوم الاثنين لمواصلة المحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى استكشاف مدى استعداد الأحزاب للتحالف مع زعيم حزب الحرية هربت كيكل ومن المتوقع أن يقوم الرئيس بإعلان الخطوات التالية بعد هذه الاجتماعات مع احتمال تكليف أحد الأطراف بتشكيل الحكومة بذلك تكون هذه الجولة الثانية من اللقاءات خلال أقل من أسبوعين أعلن رئيس الحزب الاشتراك الديمقراطي النمساوي أندرياس بابلر في أن الاجتماع مع رئيس حزب الحرية هربت كيكل لم يغير موقفه أو موقف الحزب من F.P.A. مؤكدا رفضه تشكيل حكومة مع حزب الحرية بسبب مواقفه التي تتعارض مع قيم الحزب الاشتراكي ودون مفاجآت تذكر قدم بابلر خمسة أسباب لرفض التعاون منها علاقة F.P.A. باليمين المتطرف وتقسيم المجتمع ورغم ذلك أكد بابلر أخذه مطالب ناخبي F.P.A. بجدية داعيا إلى تحالف نواسى لمواجهة تحديات الحكومة المقبلة دع القادة في قمة الاتحاد الأوروبية التي عقدت الخميس إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين واتخاذ إجراءات حازمة لتحسين الأداء في هذا الشأن وطلبت المفوضية الأوروبية بإصدار قانون جديد في أقرب وقت ممكن وهو ما أكدت رئيسة المفوضية أرزول فندلين العمل به ويشدد المستشار النمساوي كارني هاما على ضرورة وضع سياسة الهجرة في صميم السياسة الأوروبية مشيرا إلى توافق بين النمسا وثمانية عشر دولة أخرى على هذا الأمر كما دعت بولندا لمناقشة موسعة حول الهجرة وسط دعم من المفوضية مع تأكيد على حماية الحدود الأوروبية ضد التهديدات الهجينة ارتفعت ديون النمسا بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2024 حيث زادت بمقدار 23.1 مليار يورو ليصل إجمال الديون العامة إلى 394.8 مليار يورو وفقا لإحصاءات استاتيستيك أستريا وارتفعت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي من 78.6% إلى 83% بعيدا عن نسبة 60% المقررة وفقا لمعيار ماستريت ورغم زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 5% إلى أن النفقات ارتفعت بنسبة 7.9% مما أصفر عن عجز قدره 11.4 مليار يورو وجاءت الزيادة في النفقات نتيجة تدخم الرواتب والمساعدات الاجتماعية بينما شهد الإنفاق على الدعم الحكومي تراجعا بنسبة 24.4% أفادت غرفة العمال النمساوية في تقريرها الصادر في أكتوبر 2024 بزيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية رغم انخفاض التدخم السنوي وشملت الزيادة كلا من المتاجر الإلكترونية والفروع المحلية لسلاسل شهيرة مثل بيلا انترشبار بيبا دي ام ومولر ووفقا لتقرير مراقب الأسعار الصادر عن الغرفة ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بشكل كبير حيث سجلت مواد التنظيف زيادة بنسبة 158% مقارنة بشهر سبتمبر لعام 2023 كما ارتفعت أسعار المنتجات ذات المركات الشهيرة بنسبة 27% تعرض شابان سوريان لهجوم عنيف حي ففوريت بذيينة مساء الخميس من قبل ثلاثة مهاجمين مجهولين في حديقة قرب شارع لوكسنبورغ وأصيب شاب سوري 18 عام بجروح خطيرة جراء الضرب بينما تعرض صديقه ذات الثبعة عشر عاما للطعن بشكل وحشي وقد تمكن الشابان من الفرار وإبلاغ الشرطة فيما لا يزال المهاجمون الثلاثة فرين وتأتي هذه الحادثة بعد فترة قصيرة من إعلان انتهاء الصراعات بين العصابات في فيينة التي شهدت مواجهات سابقة بين مجموعات سورية وشيشانية بدأ اليوم في رات هاوس فيينة معرض العمل التطوعي في نسخته الثانية عشر ويستمر حتى يوم الأحد حيث يخصص اليوم الأول للشباب المتطوعين من عمر خمسة عشر عاما فيما فوق ليتم تعريفهم بالمنظمات الخيرية مثل رات أفدرات والصليب الأحمر ويشارك في المعرض حوالي أربعين منظمة تعرض فرصها التطوعية ويفتح المعرض يومي السبت والأحد لجميع الفئات العمرية ويشارك فيه أكثر من مئة منظمة بما في ذلك كاريتاس وأوكو نوتسا ويتضمن الحادث عروضا تقديمية ومحاضرات حول أهمية العمل التطوعي ويهدف إلى مساعدة الزوار في العثور على الفرص المناسبة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوبراط على هواتفكم كنت معكم أنا مندوح مكين أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة